وجهاني لعملة واحدة توصيف يختصر علاقة الكيان الصهيوني والمجموعات الإرهابية المسلحة وما العلاقة العلانية بينهما والتعاون المستمر إلا ذليل صارخ على الاتفاق في العقائد والرؤى التي تصب جميعها في بوتقة سفك الدماء والقتل والتدمير فلا زال الكيان الصهيوني تحدى المجتمع الدولي ويقدم الدعم الكامل لجبهة النصر الإرهابية وأخواتها المصنفة دولياً مجموعات إرهابية ومشاهد اكتظاظ جرح المسلحين في مشافي العدو الإسرائيلي لا يزال يمتلئ بها إعلام العدو كرسائل دعم معنوية للمجموعات الإرهابية وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتزمان هدد حكومة العدو بوقف استقبال الإرهابيين المصابين في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا إذا لم تسدد الحكومة الإسرائيلية مبلغ 300 مليون شكل تكاليف علاج هؤلاء المصابين حيث ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه تم استقبال 1550 مصاب من الأراضي السورية على مدار أربع سنوات بتكلفة 10321 شكل يومياً بينما لم ترسل الحكومة إلا 1300 شكل إضافة لصعوبة التعامل مع الإصابات واضطرار إدارة المستشفى لفتتاح أقسام جديدة وعلاج أعداد كبيرة يذكر أن الوزير ليتزمان يتزعم حزب يهوديت هوتورات المتشدد كما أن مستشفى الجليل الغربي معروف بعنصريته التي وصلت إلى حد إصدار قرار بعام 2014 بمنع التحدث داخل المستشفى إلا باللغة العبرية